أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبي سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم راح ضحيته 41 شخصا وأصيب 14 آخرون وطلق البابا توادروس الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء أركان حرب هشام السويفي قدم خلاله التعزية لقداسة البابا في ضحايا الحادث مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة